بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وحياكم الله وياهلا ومرحبا فيكم اليوم راح نبتدي معاكم نشوار مساء عليكم بالخير وضيوفنا الكرام اللي بنورينا بالستوديو اليوم واضيع مختلفة راح أكيد تسمتعون معنا إن شاء الله في هذا المسأل الجميل اللي جميعنا معاكم دوم على الخير والمحبة أستعرض معاكم فقراتنا ومشاهديننا لهذا المسأل اليوم أقول لكم ما سوف نحاكي عنه اليوم راح نتكلم على فن النحت وهمية فن النحت وإبداعاته بأنامل كويتية راح نناغش هذا الموضوع راح نتكلم عنه وين وصلوا الشباب في هذا الفن وحلا نحن فعلا ننفس بالخليج ننفس بالدول العربية ننفس بالعالم شنو الدعم اللي محتاجينه كل شيء لابد أن يحتاج إلى دعم راح نتكلم على فن النحت في هذا المساء وأيضا راح نتكلم على أمراض الباطنية تحديدا ما راح نناقش مرض معين لكن راح نتكلم على شنو مفهوم الباطنية أنت لما تروح مستشفى تقول المتاخذة الورقة وين تبي أخوي تبي عظام تبي أسناد لا باطنية شنو انت اللي تعاني منه هل فعلا أنت تحتاج الباطنية وإلا ما تحتاج الباطنية شنو أكثر الأمراض شيوعا عندنا بالكويت لماذا دائما نسمع تشخيص للمرض و لما يسافر بره علاج بالخارج يطلع التشخيص مختلف تماما الأخطاء الطبية ما الذي يحدث الحصائيات الرسمية التي موجودة في المستشفيات الحكومية الأعداد الهائلة والمهولة التي تراجع المستشفيات ما هو الحل و ما هو يتعامل معهم أيضا نقطة أخيرة ما هي حقوق المريض على الدكتور المعالج في المساء هذا سننقش أيضا في ختام الليلة عندنا شوفوا في بعض المهن تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى طاقة وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى 24 ساعة يكون شيء قال و موجود مهنة صعبة و مزعجة و متعبة لكن مهنتنا اليوم سنتحدث عن الونش السطحة عارفين السطحة؟ ما غيرها السطحة تسحب سيارتك تعطلت ألو و عندك أي و موتوفر تعال خذني من المكان الفلاني اليوم سنتحدث عن السطحة و عن الونش و صاحب هذا المشروع محاط عمال وهو السوق الونش كويتي وهو اللي يتعامل مع الزبائن كويتي وهو اللي يشيل السيارات كويتي سنتعرف عليه في هذا المساء إن شاء الله لكن نبدأ معكم أولى حلقاتنا وأولى فقراتنا أولى حلقاتنا أولى فقراتنا إن شاء الله برنامج مساء الليلة بلأمسات فنية وأنا من فنان كويتي مبدع وأبدع في فن النحت شارك بالكثير من المعارض و حلقة جواز مختلفة عسن الله يوفقه ولا أسلوبه خاص في مجال الخاص فيه وهو مجال النحت سنتعرف أكثر على ضيفنا المميز الفنان النحات عبدالعزيز خالب العراء مساء الله خير أخي عبدالعزيز مساء الله سعى المباركة سعى أبرك إن شاء الله بشوفتك حيا كله و مرحبا فيك و مبروك علينا هذه العيادة الوطنية إن شاء الله و عسا الله يدومها على بلادنا يا رب على أنه على هذه البلد الحبيب آمين يا رب في البداية لنتكلم معاك أخي عبدالعزيز على فن النحت متبدأ معاك فن النحت و ماذا يعني لك حقيقة أنا من الناس التي بدأت من النحت متأخر و عمري الفني قصير جدا لكن خلال هذه السنة ونص أو سنة يعني تقريبا سنة ونص حاولت أني أعوض التأخير في دخول فن النحت بني أتجه مباشرة حق الأعمال التي تكون ذات تأثير على مستوى الفني و على مستوى تلقي الجمهور للأعمال الفنية مثلا مثلا دخلت في الأعمال الفنية التي تجسد حركة الإنسان هذا عادة يدخلها الفنان أو النحات في مراحل متقدمة يعني ممكن بالبداية يبدأ في مواضيع التجريد و الأمور الخاصة بالفن من هالناحية لكن أنا تجاوزت هذه المرحلة بني اختصر الوقت فدخلت على طول في تجسيد حركة الإنسان ما تعتقد أن هذه مغامرة بالنسبة لك في هذا المجال وهذا يعني هذا الوسط الفني هو مو مغامرة من الناحية الفنية هو مغامرة من الناحية الأدائية كون تشكيل أجزاء من جسم الإنسان بشكل فكرة مجسدة يحتاج مهارة يدوية عالية الممارسة فن النحت يحتاج إلى ممارسة طويلة لكن الحمد لله عندي نوع من الحرفية الذي خلاني أختصر هذا المشوار من هذه الناحية نوع في شنو بالضبط إذا أنت اختصرت مشوار فن النحت أنت تقول أنا اختصرت معنات أن في عندك خلفية مسبقة عمل معين هل كنت تعمل بمجال آخر وهو اللي يساعدك من أن تختصر هذه المسافة هو الأعمال الفنية عموما بصورة عامة بغض النظر عن النحت تحتاج إلى أيدي فنية يعني مارسة أمور فنية أخرى لأن بصورة عامة فن النحت هو فكر مجسد عن طريق السواعد يعني أنت كعندك فكر وعندك ساعد هذا ساعدك هو اللي تبني فيه فكرتك هو يعتمد على القوة أو يعتمد على المرونة وعلى اللمسات اللطشات نقول الفنية هذه ما يعتمد عليه بالضبط هو يعتمد على كل شيء كل ما عندك من خلفية فنية مهارية في الإيد هذا جزء الثاني على الفكر الذي جزت المنحوتة يعني في بعض فنانين كبار جدا مارسين الفن من سنوات طويلة في المستقبل يعني بعد عمر طويل من شوط في المجال النحت وهو نفسه يعترف يقول أنا عندي مشكلة بالفكرة لماذا؟ لأن الجزء اليدوي في تنفيذ المنحوتة خلاص قطع منه شوط طويل جدا نعم بس الحين عندك لازم توصل الفكرة توجد فكرة تنافس عالميا خلاص الحين الفنان لازم يوصل مرحلة أنه ما ينظر إلى المستوى المحلي نحن في زمن عولمة هذه المنحوتة لا نرى المجتمع المحلي نعم نعم أنت تضع صورة في مواقع تواصل اجتماعي او اي إن كان و تضع منشن معين أو هاشتاغ معين هاشتاغ يوصل للعالم هذا العالم كله قاعد يشوفه فإنت انتاجك لازم يتجاوز من ناحية الفكرة والتنفيذ يتجاوز المستوى المحلي طيب عبد العزيز أنت ما قلت لي أنت ما ساعدك خلاك تقطع نصف الشوت و تدش على طول باشرتين في هذا الفن يعني من النص ما بديت هو المهارة اليدوية منين كسبت المهارة اليدوية؟ من الأول أنا كان عندي يعني حب شغل بالخشب يعني كنت أشتغل في الديكورات في شغلات اللي من هالنوع فكنت عرفت عامل مع المواد بصورة عامة بالإضافة خلفية فنية في مثلا تشكيل المعادن لأن أنا المنحوتات اللي أشتغل عليها أحاول أن أكون فيها أكثر من مادة حديد استخدمت كومكوريت استخدمت خشب استخدمت مواد أخرى هذه المواد تعامل معها القديم يعني أنا اللي خلفية ميكانيكية كوني يعني أحب المجال الميكانيكي كان اللي حب لمجال السيارات و سباق السيارات فكل هذا التكوين ساعد بأن يكون عندي نظرة فنية يعني تختصر للشوط نوعا ما و سبب التحول هذا يعني من مكانك إلى فن النحط و الفن التشكيلي و غيره السبب التحول أن فن النحط بالنسبة لي هو تجسيد لفكرة بحيث أن المتلقي لما نشوفها يحس أن فيه عمق فكري في هذا الشيء المجسد يعني نحن نلاحظ في كثير من الدول اللي فيها منحوتات منتشرة في الميادين أو الشوارع المهمة أو ما شابه المجتمع هناك عنده ثقافة في الفن التشكيلي فينظر إلى هذا المنحوت على أنها فكر مجسد يعني نحن نشوف منحوتة مثل نيوتن منحوتة مثل مثلا The Thinker المفكر في فرنسا نحات الكبير رودن كل هذا يؤثر في المتلقي بشكل يعني يجسد فكرة معينة يعني هذه المنحوتات اللي نحن نشوفها وراها طريج طويل فلسفي أحيانا أحيانا حكمة ثقافة تاريخ حضارة دلالة على البلد على المدينة على القرية وغيرها نحن عندنا شيء بالكويت للأسف الشديد على مستوى الكويت وعلى مستوى الفن الكويتي وتاريخ نشوء تقريبا نحن تعدين الخمسين سنة إلى الآن لا توجد منحوتة في الشارع الكويتي سواء في ميدان مهم أو في زاوية مهمة أو حديقة معينة أنا حسب علمي أنه لا يوجد منحوتة تجسد أي فكرة إذن عندنا أفكار في الكويت نحتاج أن نضع منحوتة تدل على حضارتنا تدل على ثقافتنا نحتاج هذا أكيد نحن عندنا تاريخ جميل التراث جميل دعنا نفرض أن الناس تتصور أن تاريخ الكويت حديث نسبيا طبعا لكن لو نظرنا حدث مهم مر على تاريخ الكويت وهو الغزو إلى الآن لا توجد منحوتة في مكان مهم أو غير مهم أي أن كان نطمح أن يكون في الشارع يمثل هذا الذي حدث في الكويت في الغزو العراقي عندك الغزو العراقي عندك دستور دولة الكويت أفكار ما شاء الله مراحل انتقالية في تاريخ الكويتي أنتو كفنانين ما وضعتوا هذه الأفكار قدمتوها للجهات المعنية جماعة هذه فكرة أخذوها قدموها ونصبوها في مكان معين بصراحة أنا قدمت على المستوى الشخصي أعمال تتناول الغزو عندي عمل بعنوان 2-8 عندي عمل بعنوان 26-2-1991 اللي هو تاريخ التحرير بما أنك ذكرت أعمالك هذا عمل معنا شنو عمل هذا بالضبط يعني قاعد أرى لون الشماغ موجود الخلفية جريدة ما أعرف لون الخشب شنو الفكرة هنا هذا العمل أنا مشارك فيه في معرض الريسايكل إعادة التدوير هنا حرصت أن تكون فكرة دارجة يعني علامة الاستفهام على شكل وي للأمانة هذا التصميم يعني مقتبس أنا أحب أن أكون صريح في هذا الموضوع جميل هذا التصميم مقتبس اللي هو علامة الاستفهام على شكل وي وهو يعني مشهور كان كل الموضوع أني أبي أوظف المواد هذه في إعادة التدوير لكن الشكل به المستوى هذا من التصميم يعني الإنسان اللي دائما يكون عنده تساؤلات على المواضيع اللي تهمه وتخصه هنا هذه الجريدة أنا انتقيتها يعني المواضيع في الجريدة انتقيتها بعناية تتكلم مع عشوائية يعني لا مع عشوائية في عناوين عن الأحداث اللي قد تسير في الربيع العربي أو ما يسمى في الربيع العربي مواضيع إنسانية اقتصادية كاركاتير في يعني كذا موضوع كأن هذا الشخص اللي هو بخلفية عربية يتسال عن كل الواقع اللي قاعد يسير حاليا جميل إذا عندنا صورة ثانية كنترول أو عمل آخر هذا العمل هذا العمل بعنوان 2 ثمانية 2 ثمانية هذا العمل يعني فكرة معينة هذه الإيد اللي مخترقة الحاجز المعدني هذا اللي هو أشبه السجون هذا لا قصة يعني واقعية أحد الأسرة ينقل إنه كان أثناء فترة الأسر في العراق كان مشاغب دائما يعني يأذي الحراس يأذي الحراس يثيرهم كلمات كذا كانوا يحطونه في مكان يعني يضيج عليه يلزلونه يعني انفرادي لكنها كانت تحت الأرض تحت الأرض نعم الله يعزك وعزي السامع كان يتصور أن هذا مصرف صحي نعم لكنه بالواقع كان سجن مخصص لهذا الغرض حيث أنه لو كان يوقف لا يمكن يطوله أو يقعد لا يمكن يدريله نعم وهذا يعني سلوب غديم في التعذيب وعبارة عن شنو فأنا جسد هذه اللحظة التي يعيشها نعم ودائما تكون مفتوهة على السماء و تكون متفونة في الأرض وعبارة عن هذا من خشب أو هذا خشب و أنا شكلت الخشب على شكل طابوك كأنه زنزانة و الحديد هذا الذي سياج السجن نفس سأتكلم معك ما هو العمل الذي يهمك و تطمح أو تتمنى أن يكون كنصب تذكاري عندنا في الكويت هنا يكون فنانين كويتيين مشاركين فيه وقدمون أعمال و تكون هناك لجنة و تختار عمل معين و تنصب هذا العمل و أيضا دعم الدولة بالنسبة لكم كفنانين تشكيلين في هذا المجال بعد الفاصل فاصل و رجال لكم عبد العزيز دعنا نتكلم قبل قليل ما هو العمل الذي يمكن من وجهة نظرك كفنان يكون مهم وجوده حقيقة في دولتنا الكويت بحيث أنه يكون كل زائر كل مقيم كويتي نفسه أيضا لم يشاهد هذا العمل يربطه في ذكريات معينة لا ينساها على طول و تختار مكان معين في الدولة نضعه في هذا المجسم ما تقترح من وجهة نظري أهم عمل يجب أن يجسد بأسرع وقت و أهم مكان صرح الشهيد صرح الشهيد صرح الشهيد إلى الآن لا يوجد عمل يمثل صرح الشهيد يتناسب مع قيمة الشهيد في عمل موجود في حديقة الشهيد لكن على المستوى التجريدي من تنفيذ على ما أظن أن شركة إنشائية مو فنان يعني لما يسوي هذا يعني على حسب علمي محلية ولا خارجية لا أعرف حقيقة ما هو التفاصيل لكن أنا شفت بكل صراحة لا يناسب قيمة الشهيد و كان افتتاح على مستوى سمو الأمير فأكدنا نأمل أن يكون صرح الشهيد على يد فنان متمرس فنان يعني الحمد لله و شكر عندنا فنانين عالمين سيد سامي محمد و غير سيد سامي محمد عندهم مكانيات ضخمة و ليس ضروري صاحب طويل في هذا المجال قد يكون فنان في بداية مشواره ولكن مبدع الله سبحانه وتعالى حباه في ملكة مبدع في هذا المجال و أين تضع هذا النصب التذكاري تقترح و أين يكون مكانه في المطار على شارع الخليج كفنان و أين تشوف يعني هناك أماكن مهمة التي تكون مثلا عند الأبراج مثلا مكان يكون في تجمع زائرين مثلا من ناحية المركز العلمي الأماكن التي تكون قريبة عادة يعني هم يختارون أماكن تكون حيوية أماكن يكون فيها زوار أجانب في ناس يعني أنا شفت منحوتات قريبة من المطار يعني على مستوى الدول الأخرى الآن يعني تحديد المكان أعتقد مهم جدا صحي و الموضوع أهم فأي أن كان مكانه سيكون على مستوى دولة الكويت يعني الذي يجسد هذه المنحوثة يستطيع يختار المكان الذي يناسب شكل التجسيد نفسه لكن حاليا نحن ما عندنا شيء و لا عندنا أين ستذكاري لكن عندنا إرث تاريخي يستحق أن جسده في أعمال كويتية وتوضع في دولة الكويت طيب عندنا عمل أيضا أخي عبد العزيز هذا العمل هذا العمل بعنوان سأصير يوما ما أريد هذا بيت المحمود درويش هنا في الفوت برونت طبعات القدم وفي القيود هذا الشخص تحرر من القيود الموجودة وتجاوز القيود التي كان محيطة فيه وترك أثر لمحاولته وهو أثار القدم الموجودة نعم هذا من الخشب والسلاسل الحديد والقيود كلها من حديد هذا شمع مرحى هذه المنحوطة موجودة في مهرجان الكويت الإبداع التشكيلي جمعية الكويتية في النون التشكيلي على ذكر المهرجانات هل هناك دعم لكم كفنانيين في المهرجانات المحلية أو كل مناسبة وطنية مناسبة أعياد يدعونكم لمشاركة هو موضوع النحط لا خصوصية معينة حيث كل ناحات يأمل أن يكون أداء متطور عن ما هو موجود يحتاج مكانيات كبيرة مثلا أنا أطمح أدخل موضوع البرونز صب البرونز الكويت هنا لا يوجد مسابك أو مصاهر بعض يسميها مصاهر لصب البرونز وهي مكلفة جدا صحيح الآن التوجه في الفن الحديث المعاصر أن يكون فيه مواد مختلفة يكون فيه مثلا برونز وغيره برونز تجسيد حركة الإنسان غيرها من أمور تفاصيل فنية كل هذا يحتاج إلى دعم كبير جدا مادة فهذه المادة هل أنت وفرة على ما أشوف عند الأخوة القائمين كمواد تصميم أو كمادة مبالغ مادية تقصد هذه المواد التي نحتاجها للنحت تحتاج مبالغ كبيرة مكلفة فما في جهة تقدر تدعمك في مثل هذا الموضوع لأمور الخاصة في هذا الجهات في مكان عندنا نوفر فيها الأدوات هذه صب النحاس صب النحاس صب البرونز صب البرونز في الكويت ما في غالبية النحات التي تعمل برونز حصلوا دعم مثلا من شركة أو حصلوا دعم سبونسر كتكليف من الدولة لبعض الأعمال أو ما شابه كان يرسلوها إلى الخارج بريطانيا غير دول التي فيها المسابك أو المصاهر المتميزة كانوا يصبون بره هذا العمل الذي معنا أخي عبد العزيز نعم هذا عمل بعنوان لا للطائفية هذا عبارة عن إذراع من خشب يتسم بالقوة كأنه يضرب بالأرض التي هي أساس انطلاق الطائفية يعني أرضية الطائفية عمل هذا هم شارك على ما أظن في بناني الخلافي ممكن نعم من الأعمال المبكرة ما ردود أفعال الذي يشاهد هذا العمل حقيقة هناك نوعا ما تحفظ عند الأساتذة أو تحفظ عند الفنانين أبدال آراء في الفن للأسف شديد مقتضب جدا لماذا ممكن يتحرجون أن يكون مثلا شخص لا يتقبل للنقد أو ما شابه لكن نحن بأحوج لا يكون للنقد طبعا النقد الفني نعم أنتم كفنانين مطلوب منكم لديكم رؤية خاصة فيكم تنظرون إلى مستقبل البلد تنظرون إلى مستقبل الشعوب تنظرون عندك أنت كفنان عندك رؤية و مطالب بشيء معين في حياتك يترى أنت خلاص تتماشى مع هذا الانتقاد أم تتركه على جنب وتستمر أنا أبحث عنه الحقيقة تبحث عنه نعم و تتطور أو تنساق وراء النقد في ناس تتأثر بالنقد و قيد نفسه لا نتكلم عن النقد بمستوى نقد فني بحيث أن الناقد يأخذ الموضوع من ناحية الفنية التنفيذية و من ناحية بناء الفكرة للأسف شديد هذا غير متوفر أو أنا النقد بشكل الفني المطلوب نعم و هذا العمل ظهر الأقدام متكررة معك هذا لأن مشاركين في نفس المعرض نعم هذا يحصون أنه يكون موضوع متقارب هذا موضوع هذا طريق الحرية هذا يمثل الفترة التي كانت فيها الإنسانية تعاني من لمجرد أبداء رأي كان الإنسان يصلب و يتعلق في القرون الوسطى و يتناول موضوع الإنسانية بصورة عامة عصر الظلمات و غيره نعم إنسان مجرد أن يبدأ راية يصلب على مثلا خشبة و يسمر و يضرب مسامير هذا يمثل هذه الفكرة هذه الفكرة لكن هل تقصد أنك تسقط هذا العمل على الواقع الحالي أم هو فقط محاكا للماضي و لهذه القرون لا هو للوضع الحالي أنت شايف أنه موجود مثلا نتكلم عن الموضوع بدأ الآراء الآن في هذا الزمن الدول مختلفة تتكلم عن الإنسانية في مجملها ناس تقضي حياتها لأنه قال رأي معين هذا موجود أمثلة كثيرة فأنت لا تتحدث عن الكويت فقط تتحدث فنان تتكلم عن الإنسانية بشكل عام هناك أعمال عندي مقصودة عن الكويت نفس العمل بعنوان 2-8 هناك أعمال عامة تتكلم عن الإنسانية بصورة عامة طبعا هي تأخذ عمق أكثر من الظاهر مثلا إنسان مقيد أحيانا في الأحباط أحيانا إنسان مقيد في التشاؤم مثلا قلة الطموح القيود معنوية قيود مادية مختلفة أنت تحرص أن تشرح تصاحب فكرتك شرح لها مكتوب مثلا أو تكون أنت موجود عند هذه المنحوطة وتشرح للناس الذين تتابع هذا العمل أو تشوف هذا العمل أم أنك أنت تكتفي فقط بمشاهدة هذا العمل و لا مطلق الحرية الإنسان الذي يشاهد فكر أنا ضد هذه الفكرة تماما اللي هي بالفعل هذا كلام موجود على مستوى الفن بصورة عامة أن للمتلقي حرية فهم العمل أنا ضد هذه الفكرة أنا أحرص أن العمل بنفس الفكرة التي في داخلي أنها تصل عن طريق إخراجها بشكل بعين هل تحرص في كتاب على أن هذا المقصد أو توقف عند المنحوطة و تشرح الذي يرى مثلا العنوان المنحوطة مع شكل الحرية طريق الحرية يعني الإنسان ترك أثر للحرية أحاول بقدر الإمكان أن يكون عمل حديث و معاصر و بنفس الوقت أن الجمهور يفهم حجم كبير من المنحوطة لماذا لا تترك الخيال أنا أنا أتوقع أن فيها خلل من ناحية الفلسفية كون أن الآن أنت تقصد شيء و اعتبره صحيح و بنفس الوقت المتلقي يقصد شيء و يعتبره صحيح يفهم شيء و يعتبره صحيح أنا منحوطة أقصد فيها مثلا الفرح نعم المتلقي يفهم فيها الحزن هذا التضاد في نفس الوقت ما يضرك فيه كفنان أنت أن أنا لقد وصلت للجمهور الفكرة في منحوطة ما هو فايدة البعض يقول لك أن أن البعض يقول لك أن هناك نقص في منحوتك لا يمكن أن تتوصل فكرتك و بالتالي فهم ما يشاء قد يسقط ها عليك أنت كفنان هذا الكلام عمليا غير صحيح مثلا نأخذ منحوتات كبيرة مثلا منحوطة مشهورة The Thinker هذه المنحوطة أي شخص يطالعها يفهم أن هذا الشخص يفكر هي موجودة فالفن بأن أنت تكون عندك إخراج للفكرة بحيث أن المتلقي يفهم مجملها طبعا متفاصلها مجملها أنه هذا السياق نعم أنتو كشباب و فنانين ما تحتاجونه من دعم هل أنتو تتلقون الدعم الكافي أم فعلا هناك نقص بالدعم أنا حقيقة أشوف أن المؤسسات الرائعة للفن متوجهة الفترة الأخيرة في تغيير إيجابي لكن بصورة عامة متوجهة بالدعم بشكل محدود يعني الاهتمام في موضوع المهرجانات و المعارض و ما شابه هذا كله مطلوب و هذا يعني أساس الفن لكن الاقتصار على هذا الجانب لا يفيد الفن في الوقت الحالي يعني ما يطلبونكم في المهرجانات لا لا المهرجانات موجودة وتقدم أعمالك لكن الاكتفاء في المهرجانات غير كافي أخرى فوق اللي قاعد يصير هذا ما تقترح في ختاب المهرجانات و المعارض من أول ما تشكل الفن التشكيلي كأن الأخوان لنحنهم في نفس هذا الخطوة الخطوة التالية شونا تقترح الخطوة الثانية بالنسبة للنحاتين تكليف تكليفهم بإقامة أعمال توضع في مؤسسات الدولة نشر أعمالهم يعني الأهم من هذا كله نشر ثقافة الفن التشكيلي ممتاز يعني أفهم الكلام أنتم مو قاعدين تتلقون الدعم في هذا الجانب اينا طيب نحن سعدنا بلقاءنا معاك و كل التوفيق لك إن شاء الله فنان الجميل النحات عبدالعزيز خلاف العرعر لكن قبل أختم معاك لوحاتك تبيع منها أو لا تبيع أو لا أو لا أو لا أو لا أو لا أو نحة الموجودة لا أنا لا أحد كان لفكرة اقتناء أي من أعمالي لكن لأنه النحة أساسا الذي يطلب أن يكون عنده منحوثة قليل جدا يعني مثل ما قلت ثقافة الفن التشكيلي تنقصها بعدما شافوا الناس اللوحات هذه هي لوحات صح؟ منحوثات منحوثات أين المنحوثات بعدما شافوا الناس تبيع إذا حد يريد يشتري منك شيء أكيد تبيعها سهل كذينه لا الغرض منها أن الفكرة هذه لا تكون عندي في البيت أنا أبيها تكون ظاهرة جميل النحة عبدالعزيز خلف العراير كل الشكر لك الله يسلمك شكرا لك كل الشكر لضيفنا الكريم و نتمنى حقيقة أن فعلا مثل ما اقترحوا شبابنا كثير من الأعمال الفنية الجميلة و المنافسة محليا و خليجيا و عالميا للأمانة تلقى الكثير من المحبي و الكثير من اللي يشيدون بهذه الأعمال فبالتالي نتمنى حقيقة على مستوى بلدنا أنت تتواجد هذه الأعمال في مثلا لما أنزل ما ديش المطار ألاقي شيء جميل موجود مجسم ما ديش وزارة معينة مجسم يدل على عمل هذه الوزارة طبيعة عمل هذه الوزارة شيء جميل أجماع لما تكون وزارات الخدماتية تحديدا تتوفر فيها و تواجد فيها هذه الأعمال المنحوتات الفنية الجميلة الشيء اللي يمنعنا نحطه تراثنا غني بالأفكار الجميلة و شبابنا جميلين و مبدعين سبريل معاكم اليوم مشاهدين متابعيننا انتشرت أغنية وطنية جميلة من خلال طرق التواصل الاجتماعي و كانت اهداء من الشعب الإماراتي الشقيق و الحبيب على قلوبنا إلى الشعب الكويتي و إلى ديرتنا الحبيب الكويت و نقول لأهل الإمارات و دولة الإمارات حكومة و شعب ما هي غريبة عليكم تشاركون أخوانكم هذه الأفراح و هذه المناسبات للكويتي عيد التحرير و عيد الوطني شكرا للإمارات شكرا للدول الخليج طبعا كلهم أخوان و أهل و هذا ما تربينا عليه بالتأكيد و الله يجمعنا دوم على الخير و على المحبة يا رب و الله لا يغير علينا إلا للأفضل و الأحسن إن شاء الله شكرا جزيلا على هذه المشاعر الجميلة شكرا أبناء زايد شكرا يا إمارات يا كويت ما تغربت الشمس دامة صباحك تاجر أصد الدار سلوى نفسه و بخمس إننا نحبت مثل ناسك بين الجفن والعين بالذات مدنايلت من حبنا بيت و في قلبك تعيشين كمارات في قلوبنا تعيشين يا كويت 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 ما تغربت الشمس دامة صباحك تاجر أصد نفسه و خمس و إننا نحبت مثل ناسك و إننا نحبت مثل ناسك مثل ناسك بين الجفن والعين بالذات ما بنايلت من حبنا بيت بين الجفن والعين بالذات ما بنايلت من حبنا بيت في قلبك تعيش الإمارات و في قلبنا تعيشين كويت و في قلبنا تعيشين كويت و في قلبنا تعيشين كويت يا كويت يكويت 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 الله يلك فيه عشق هوات ونلبس الملم في كل قلب الدار زايد حبت لنا من أمس من أمس وهنا بعد نهوات وايد وهنا بعد نهوات وايد بين الجفن والعين بالدار مبنا يلك من حبنا بين بين الجفن والعين بالدار مبنا يلك من حبنا بين في قلب تتعيش الإمارات وقلبنا تعيشين يكويت وقلبنا تعيشين يكويت في الإمارات والإكويت شعب الباحث شكرا أهل الإمارات شكرا أبناء زايد شكرا لصاحب هذه الكلمات الجميلة الشاعر علي الخوار شكرا للملحن خالد ناصر شكرا للمخرج إحسين سليم شكرا لكل من شارك بهذا العمل مشكورين ما قصرته ودوم سباقين بالخير شكرا يا الإمارات نطلق معكم مشاهدينا مع هذه الفقرة الخاصة والمهمة حقيقة نتكلم فيها عن أمراض الباطنية وآخر التطورات في أمراض الباطنية والأجهزة الموجودة عندنا والعلاجات والمشاكل وطرق الوقاية وأكثر الأمراض انتشارا عندنا بالكويت مع ضيفنا اللي منورنا بالأستوديو خصائي أمراض الباطنية الدكتور غانم السلام مساء الخير دكتور غانم سلام حياك الله وسعيدين بلقائنا معك حياك الله أزاك الله خير وأشكرك على هذا اللقاء وأخذ هذه الفرصة لأتوجه إلى صاحب السمو وأمير البلاد والعهد بالتهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية وكذلك للشعب الكويتي وسكان دولتنا الحبيبة الكويت وطبعا أشكر الأستوديو على ما شاء الله الأعلام الموجودة ومشاهد لا يرى الأعلام الخلف على الكاميرات فهذا ندل على شيء أشكركم على هذا الشيء ويدل على الوطنية الموجودة كلنا لازم نعبر عن فرحتنا في هذه الأيام إن شاء الله بارك الله فيك دكتور غانم وكل عام وأنت بخير وملادنا بخير يا رب وملاد المسلمين ومنوّرنا اليوم بالسيديو وطال عمروك ساعة البركة الله يبارك فيك اليوم سنتحدث عن مرض معين دارج دائما مشاهدين نقول لهم يعني الضيف إذا كان دكتور وطبيب تحديدا نتحدث عن مرض معين اليوم نتحدث عن مفاهيم معينة ممتشرة عند الناس يترى بالبداية دكتور نبدأ مع حضرتك كونك متخصص واختصاص باطنية يترى ما هو تخصص الباطنية وما هو الخدمات التي قدمها بالضبط اللي أنت طرحت ممتاز ونبدأ من حيث أنت انتهيت الأمراض الباطنية جاءت الكلمة هذه من اللغة الإنجليزية internal medicine وإنترنال معناها باطن الشيء أو الشيء الداخلي فتخصص أمراض الباطنية ينظر الإنسان ككل ينظر من الرأس إلى الرجل في تفاعله كمنظومة واحدة كيف يفكر كيف تنتقل النبضة العصبية تتفاعل مع الدم تتفاعل مع التفاعل الكيميائي الحيوي داخل الجسم الكلا ويربط الإنسان ككل فالتخصص الباطنية ينظر لكينونة الإنسان ككل ويتعامل معها بهذا الأساس ويعتمد بشكل أساسي على التشخيص والمتابعة مثل ما تتفضلت يفرق عن الأطباء الزملاء المتخصصين في أمراض معينة كمثلا طبيب متخصص في القلب أو طبيب متخصص في الجراحة أو طبيب متخصص في النساء والولادة ولذلك هذا يأخذ جانب معين من الإنسان أما طبيب الباطنية فهو ينظر للإنسان ككل ويربط بين هذين أنا دائما أشبهها حتى عندما نقعد مع الشباب وكذا عندما يشرح الموضوع فريق كرة غدام الذي يربط هو خط النص وأهم هو المغذي وهو المغذي وهو يربط بين كل الخطوط فهو تخصص الباطنية بهذا الأساس ولذلك تجد أن جميع المنظمات الصحية أو أي منظومة الصحية تعمل بشكل كبير ويكون عندها تخصص الباطنية قوي جدا ودولة الكويت لا تختلف عن باجة منظمات الصحية العالمية بحيث أنها اهتمت في هذا التخصص إلى درجة أن جميع المستشفيات التي تقدم الرعاية الثانوية مثل المستشفى الجاهرة والفروانية والمبارك والأميري والعدان والصباح يوجد فيها قسم خاص مجرد لقسم الباطنية وهذا القسم يدير أيضا مجلس أقسام يضع قوانية ولا واحد تدير هذا النظام بحيث تديره من ناحية الفنية يكون الجميع متفق على آليات عمل واحدة تقدم المستجدات الطبية وتوفير الخدمة للمحتاج بشكل أفضل طبعا التخصص الباطنية ليس سهل مثل ما قلت لك هو يربط كل شيء فبالتالي لو أردنا أن نعطي مثال عشان نوصل الصورة بشكل أفضل نفترض أن شخص جاء عنده ألم في الصدر شخص لديه عوارب صدر وقال لديه عوارب صدر أين العوار مصدر؟ المصدر من القلب من الرئة من الجهاز الأضمي من العضلات من الدوعية الدموية هنا يأتي الدورة الباطنية في التشخيص و العلاج و متابعة الحالة طيب دكتور هذا لا يضع عب على دكتور الباطنية بأن دكتور شامل كل شيء نعم لو أذهب إلى المتخصص مثلا قلب كبد أقول روحك الباطنية نعم دكتور الباطنية و يكتب تقرير صحيح و ليس أصحاب تخصص دقيق هل فعلا دكتور الباطنية لا هو يعتبر تخصص طبيعا هو تخصص بحد ذاته تخصص دقيق نعم لأنه لا يتخصص لكي تكون بالصورة هو يبحث عن التشخيص لكن بعدما يوجد التشخيص إذا كان هناك العلاج مثلا نفترض أن المريض لطرحنا المثال قلب و يتضح أنه يوجد عنده مثلا جلطة في القلب الآن إذا أحتاج قلب أو أحتاج القسطرة فسيذهب إلى طبيب القلب لعمل إذا أنت تضع على الطريق الصحيح تضع على الطريق الصحيح و يكمل المشوار و يرجع لك بعدين لمتابعته بالعلاج و ربط العلاج الذي أخذ للقلب مع الكلام مع الأراضي الجانبية التي تظهر له الطب ليست كل شخص يعمل لوحده هي منظومة متكاملة ملتي دي سبري تيم و هو عبارة عن فريق كامل يتعامل مع بعض مثل ما قلت لك مثل فريق كرة القدم و هم فريق كامل كل التخصصات يعمل مع بعض التخصص الذي يربط بينهم كلهم هو تخصص الباطنية و هو تخصص قائم بحد ذاته لكي أنا طبيب باطنية لا يمكنني قصطرة و ليس من تخصص أن يعمل قصطرة لكن طبيب القلب من تخصص أن يعمل القصطرة لكي تخصص المريض أن يشخص المريض لأن هذا لديه ارتجاع في المرية هذا سيرجع إلى الباطنية مثل ما تفضل يقول روح الباطنية راجعة و ما عنده نفس الشيء لم يصل في الموضوع في الكلا نفس الشيء لم يصل في الموضوع في الجهاز الهضمي في الجهاز العصبي إذن لازم متابعة مستمرة من قبل الدكتور الباطني ومن ثم أنت تفضلت هو عب كبير الأمانة هذا أتكلم عنه وهل هو متوفر العدد الكافي في مستشفياتنا الحكومية الذي قابل هذا العدد البشري هذا موضوع يطول يطول فيه وموضوع نحن موجودين سألها راحتك هذا موضوع يطول جدا الأمانة هو تخصص الطب عموما الطب البشري نادر في العالم كلها بالتالي الكويت ليست لا تعيش في الدولة بوحها نعم سكي العديد من العالم صحيح فالنادر هو موجود في العالم وذلك أيضا في الكويت نادر نعم هناك نقص في الأطباء لكن ليس فقط في لكويت موجود في كل الدول في دول المنطقة وفي دول العالم وهناك دزدياد سكاني كبير في دولة الكويت من ناحية المواطنين وLoما ومقשים في دولة الكويت ومن المظميقة يأتيون عبر المطار أو عبر المنافذ الحدودية فبالتالي دولة الكويت تتطور بشكل سريع و يسعون إلى إزداء التوقعات تتكاثر بشكل سريع دكتور تتكاثر بشكل سريع أيضا نتمنى نحن نتكاثر و نسأل و نصاحب التطور بالضبط و نصاحب التطور نحن نعوّل على وزارة الصحة أن يكون لها رؤية في هذا المجال و الأمانة لن نتكلم أن تذكرتها و لديهم رؤية في هذا المجال و لديهم رؤية و أنا نجايك في السنوات الأخيرة تغير الأداء و أنا متفائل جدا بوجود الدكتور علي العبيدي كوزيل الصحة و أيضا الدكتور السهلاوي و وكيل و الدكتور الحربي الآن و وكيل المساعد لأن هؤلاء أخصائيين يعني أاشوا الطب أطباء إذن أنت مع تقليد منصب قيادي و سيادي في البلد إلى صاحب تخصص عشان تكون صورة أوضح صاحب المنصب القيادي يجب أن يحمل الخاصيتين إداري إداري ناجح وسياسي أيضا و كذلك يكون عنده الرؤية الفنية إذا جاني فني من غير إداري و إذا جاء إداري من غير فني تسقط وزارة الصحة لها كينونة خاصة تختلف عن باقي الوزارات فبالتالي تحتاج أن يكون القيادة بهذا و لذلك نحن متفائلين إن شاء الله في وجود قياديين مثال الذي ذكرناهم في قيادة عجلة وزارة الصحة الأفضل وهو ملموس للأمانة في السنوات الأخيرة ملموس هناك تطور كبير في تطوير الخدمات يمكن المشاهد أو متلقي الخدمة الصحية في دولة الكويت لا يلتمس بشكل كبير لكن يلتمس بشكل ملحوظ نحن نحتاج أن يكون هناك تركيز إعلامي على هذا المجال لأن نعترف أن هناك أخطاء كبيرة تحدث نعترف أن هناك قصور في بعض الأحيان و هذا موجود جزء من العمل الذي لا يعمل لا يخطئ فبالتالي هناك عمل فهناك خطأ لكن الوضع الحالي الآن خاصة في السنوات الثلاثة والخمس الأخيرة نستطيع أن نقول كفنيين أن هناك تطور و نتمنى أن يستمر و نشد على إيدهم إن شاء الله أن يصل هذا التطور إلى مرحلة متقدمة بحيث يلتمس المتلقي الخدمة الصحية دكتور نحن نستغل وجودك معنا و نعهد لك دائما تتحدث معنا بالشفافية و إن شاء الله توصل الرسالة للمشاهد و نحن الهدف و إيدنا على بلدنا و على التخصصات هذه و أن تتطور و تكون أفضل حال لحال دكتور هل أنت شايف أن المريض عندنا بالكويت قاعد يأخذ حقه من الدكتور في الوقت و في التشخيص نعم شوف الأمر مترابط توقف أن تفضلت أن هناك نقص نعم هناك نقص و أزديات في السكان فبالتالي هناك هناك مشكلة في الوقت في مشكلة في إعطاء المريض حقه لكن هذا لا يعني في المطلق هناك حالات الحريجة و الحالات التي تحتاج الانتباه من الطبيب يأخذ حقه كامل يأخذ حقه لأنه واجب على الطبيب الإنساني خليك من الناحية القانونية حتى الإنسانية لا يستطيع الطبيب أن يترك الإنسان بحاجة و يؤخر عنه و الله لأنه لا يوجد وقت أو لأنه مشغول بأمور اجتماعية غالب الأطباء و هذا يمكن أن يقولها ألها و خلا يعني أعتقد أنهم يبذلون ساعات إضافية على وقتهم المخصص من الدولة كعمل و من غير مقابل أجر مادي لكن لأنه هناك شعور إنساني لا يستطيع أن يترك إنسان في حاجة و يذهب إلى المنزل و يحطره سميناء و هناك قسم أيضا نعم و الجميع و لم أشاهد صراحة والأمانة في أثناء عملي في وزارة الصحة في دولة الكويت أن يوجد طبيب لا يخلص في عمله أو يتقاعس عن أداء واجباته لا إن شاء الله نخلصين لكن المريض يأخذ حقه و ما هي حقوقه على الدكتور طبعا حقوق المريض كحقوق يكفلها لها القانون أيضا يكفلها لها الشيء الإنساني حق المريض على الطبيب أن يتم تشخيصه و علاجه و الاستماع له و مناقشة كل ما يكون القلق الذي يوجد عند المريض حق المريض أيضا على الطبيب أن يوفر له الخدم الرعاية الصحية كاملة من غير نقصان بمعنى أن يوفر له العلاج المناسب و أن يوفر له التشخيص المناسب و أن يوفر له المتابعة بشكل مناسب و أن يوفر له جو من الحماية طبية بحيث يكفل حقه كامل و أن يأخذ علاجه كامل نحن نوفر هذه الرعاية كطباء و أيضا كهيئة تمريضية للعمانة هذه التمريضية عملهم جبار جبار جدا و يجب أن ننوه أننا الدكتور لا يستغني عن مكملين بعضهم بالضبط لكن نحن ننقصنا العمل أو تنظيم الإداري في وزارة الصحة تنظيم الإداري في نقص و نحن نقص في الفكر و نقص في الأعداد البشرية في التنظيم في التنظيم يمكن هذا موضوع سياسي أكثر من أنه فني بس أنا أختصر و لن أتحدث في هذا الموضوع أختصر في أن نحتاج أن يكون هناك رؤية أفضل من الحالية و أنا متوقع إن شاء الله أن تكون رؤية أفضل في السنوات الغادمة و نحتاج أن يكون هناك تنسيق ما بين العمل الفني و العمل الإداري لتوفير خدمة صحية أفضل للجميع إن شاء الله جاوبني على سؤالي بصراحة هل فعلا أن المريض قاعد يأخذ حقه من الدكتور في الوقت الكافي في ظل هذا العدد المتزايد و العدد المقابل القليل لغة الأرقام لا تخطئ فإذا أردنا أن نتكلم عن لغة الأرامة أنا أعتقد أنه مفر لك إحصائية إذا أعتقدت أن تعرض فيه إحصائيات كثيرة أنا مثلا أتكلم عن مستيشة الفروانية المكان الذي أعمل فيه يعني مستيشة الفروانية عدد سكان الكويت تقريبا 3.748.260 حسب الإحصائية في 2012 مستيشة الفروانية يغذي 1.11.000 من نسبة من الناس المراجعين فهناك ضغط بشري على المستيشة المتواجد في مستيشة الفروانية يعني مثلا إذا تلاحظ تشوف مثلا هذه الإحصائية مرت أي سنة دكتور 2012 هذه 2012 هذه 2013 موجودة لكن تحتاج بس يصدرونها إن شاء الله أخرى أعدادها قاعد يتم أعدادها لكن هذه 2012 قاعد تعطيك لنا مراجعين مستيشة الفروانية مراجعين مستيشة الفروانية يعني مثلا أنت عندك في مستيشة الفروانية يراجعك في العيادة الخارجية أكثر من 43 ألف نسمة عدد كبير عدد يحتاج دكتورة الصبح وعصر هذا الإجمالي الصبح والعصر والعصر فقط الكويتين المواطنين أنت عندك مثلا في الحوادث العامة مثلا هناك أقل من 40 طبيب يعمل في الحوادث اللي هي الطوارئ طوارئ نعم في تقريبا 988 مراجع يوميا يعني 988 مراجعة هل مستيشة الفروانية فقط يراجع يوميا ما يقارب الألف وفي تقريبا أقل من 40 دكتور غير لي يطلع إجازة غير لي يكون شفت ويعمل 24 ساعة ومجار الساعة دكتور عيد الرقم لو سمحت كم من يراجعكم يوميا في الحوادث في الحوادث العامة يوجد 988 مؤدل يوميا من المواجهين في الحوادث العامة فقط الألف شخص ألف إذا تأخذ النساء والولادة والأطفال والأسنان والعظام والعيون 2212 يوميا يوميا الحوادث نعم غير العيادات وأربعين دكتور هذه في الحوادث العامة أقل من أربعين أقل من أربعين ما بين أسنان والعظام لا الحوادث العامة فقط الحوادث التي هي الطوارئ مبنى الطوارئ الذي في مستشفى الفروانية كيف نرى أربعة أو خمسة موجودين ثلاثة أو أربعين كيف تتشغل الأربعين هذا ما أرى من نبقا لك هو الجانب الإداري يدخل في الجانب الفني الإمكانيات نطلب مزيد من الإمكانيات وهذا من باب النقد الذات لأننا لا يتطور السيستم إذا ما أنت تقول والله هنا هنا نقص وهنا لكن دعنا نأخذ الجانب الإيجابي نعم المستشفى الفروانية قادر على استعاب هذا الرغم بمعنى هو شغال ما أوقف لا استعابة على مقابلة المريض ولا استعابة على تشخيصه و أعطي العلاج مناسب لأنه في تعاون ما بين الأقسام لأن الطبيب الطوارئ يتعاون مع طبيب الباطنية و يتعاون مع طبيب الجراحة و يتعاون مع أطباء الأقسام الأخرى و بالتالي هناك تعاون أمس يسولت لي أحد الزملاء أنه راجع من السيشفى الفروانية و يقول دكتورة أنا ما راجعت من السيشفى الفروانية من المدة كنت أذهب للخاص بس هم راجعت هناك خدمة كبيرة قلت له نعم في السنوات الأخيرة تطور السيستم بشكل كبير ما زال هناك انتقاد لا نخطئ يعني ما نحط راسنا بالترابع للنعامة و نقول لا نحنا بيرفكت لا نحنا مش بيرفكت لكن نحنا أفضل من قبل خمس سنوات و إن شاء الله خمس سنوات الغادمة نكون أفضل من اليوم و هذا الإنسان في التطور نعم أيضا نتكلم على الأمراض اللي أكثر انتشارة نحنا اليوم دكتور قبل أن تعلم أمراض منتشرة في الكويت الشخص يعاني من أي مرة أسأل الله يشاف الجميع لكن أي علا على طول يروح المستشفى نعم ما يروح المستوسط نقطة جدا مهمة ماين الخلل هنا دكتور ما شاء الله تبارك الرحمن يدل على إطلاعك على هذا الموضوع أنت أصبت الجرح على ما قالوا الطباء الرعاية الأولية أو خدمة الرعاية الأولية كلما تطورت كلما تطور النظام الصحي نعم فجميع أغلب الخدمات أو الأنظمة الصحية المتطورة تضع فلوسها وتطويرها في الخدمات الأولية لأن الخدمات الأولية هي التي ترى المجتمع كله ترى تقريبا 99% من المجتمع كل ما صار عندك خدمات أولية متطورة كل ما صار عندك لم يصحي قول نعم الآن الحادث في الكويت دعنا نتكلم قبل خمس سنوات أو ست سنوات كان الغالب من المواطنين أو سكان الدولة عندما يشعر بألم أو يذهب إلى مستشفى مباشرة في السنوات الأخيرة تغير النظام أصبح هناك الرعاية الأولية أداءهم متطور جدا طورت الدولة في أطباء أكفاء خرجين جامعات متقدمة مثل أوروبية مثل الجامعة الإرلندية وأيضا البورد الكويتي يخرج أطباء في الرعاية الأولية على كفاءة كبيرة جدا أصبح هناك دور طبيب العائلة مستوصفات متخصصة الآن في مراكز صحية متخصصة أقل اللود الضغط هذا التخصص فيه الرعاية الأولية نعم وهذه الرعاية الأولية هي لتطور النظام الصحي وأصبحت شاملة أيضا بعد مراكز صحية شاملة كل شيء لا يحتاج أنك أن تتراجع المستشفى بالضبط هل الثقافة هذه موجودة عند الناس شايفة وصلت وصلت سنقول إلى 25% 20% نحتاج بعد لا يوجد أن تطور نحتاج أن نأخذ فاصل نرجع إن شاء الله معك دكتور بعد الفاصل إن شاء الله سنتعرف على الأخطاء الطبية والعقوبات التي ممكن يتعرض لها الدكتور والتشخيص الذي يتم عندنا بالديرة ولما نسافر برا التشخيص مختلف بعد الفاصل يعني اللي قاعد يتصل على الدكتور نقول أنت رد الدكتور على الهوى فخلوه بعد الهوى إن شاء الله يرد عليكم وظهر إن شاء الله مراجعين نحن نتمنى ما يكونوا الناس مرضى لكن الله تستحق كل خير يا دكتور بارك الله فيك لكن أيضا جدا مهم نتكلم على الأمراض الشائعة عندنا في الكويت أيضا هذه الأمراض الشائعة تسبب ضغط على المستشفيات وتحتاج إلى حلول الجذرية فبالتالي متى ما حليناها سيخف الضغط سيخف هذه الأمراض يعني نعالج ليموت الناس تأخذ مسكن 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 نعالج المشكلة الأساسية فبالتالي شنو أكثر الأمراض شيئا عندنا في الكويت دكتور السؤال مهم جدا وأتمنى إذا المشاهد لا ينتبه لأي شيء ينتبه للفقرة هذه لأن هذه الفقرة جدا مهمة ويصل بالموضوع للأمانة سأجيب لك شكل مختلف الوقاية من الأمراض الأمراض المنتشرة سنقول أهم ثلاث أسباب تؤدي للوفاة في الكويت الأول هو أمراض جلطات القلب والأوعية الدموية الثاني السرطان والثالث يمكن حوادث الطرق هذا حسب حصائية الدولة ونحن لا نختلف عن العالم تقريبا العالم الأولى والثانية متشابهة معه يمكن ثالث نختلف الأساس في الوقاية من هذه الأمراض التي نرى بكثرة وشباب صغار السن وشيء يعوّر القلب للعمانة هو عاداتنا السيئة في المجتمع في دراسة طلعت المجلة نيو انغلند جانل وف مادسون في أمريكا وحققت صحوة أو ثورة في العالم الطبي هي كانت تعرض ما هو الغذاء الذي يقي الإنسان من الأمراض المزمنة التي يتفضل فيها فلقوا أنه غذاء البحر المتوسط يعني ما هو غذاء البحر المتوسط؟ دول البحر المتوسط لها غذاء أو ميزة غذاء مختلفة يعني أن تذهب إلى مطعم هندي أو مطعم لبناني المطعم البحر المتوسط دول البحر المتوسط لها غذاء مميز وجدوا أن الذي يعيش فيه البحر المتوسط و الذي يتزم بغذاءهم لديه قابلية لأنه لا تحوشها الأمراض المزمنة ما هو غذاءهم دكتور؟ ما هو غذاءهم؟ أنا أعطيتك جدول أو صورة نعم لو أخاص ببناء الغذائي الهرم الغذائي الهرم الغذائي إن شاء الله جهزونا الهرم الغذائي أساسي مهم نحن نرى أن نرى الهرم و نرى ما نفعله في مجتمعنا في الهرم نرى أن نكسر الهرم نحن نقال بنا فوق تحت لا نقال بنا فوق تحت و صعبة كل السياسات لدينا الهرم المقلوب كلها الهرم المقلوب الله يرحمه الله نعم 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 فشوف عندك الهرم في البداية من تحت أهم شيء في الإنسان الرياضة إذا لم تفعل الرياضة مشكلة في الجسم من الله سبحانه وتعالى خلق الجسم بشكل معين سبحانه يختلف عن الآلة كلما استخدمتها كلما صار مفيد إذا تجد اللي يبني عضلات دعم يستخدم عضلاتها يرفعها فتنبت عند العضلة نفس الشيء للإنسان إذا لم تستخدم جسمك في الحركة والمشي والرياضة يجيم مثل مكينة خلاص يصفط ما عنده شيء دكتور تحديدا بالرياضة ما تقول الناس يقولك لا عندي وقت يعتقد أن الرياضة سبع ساعات ممتاز ما تقول لك أنا سأقولك نقطتين الأولى للناس الذين لا يوجد وقت و نقطة ثانية للناس الذين يعانون من أمراض مثلا في الظهر أو في العظام نعم دعنا على الأول الأول دائما عندما يراجعوني في العيادة يقولوني كنت ترى الموضوع سهل و بسيط الدراسات كلها تقول نص ساعة في اليوم خمسة أيام في الأسبوع الأسبوع في سبع أيام عندك خمسة أيام يوم يراحة و مارس أي رياضة أنت تشوفها مناسبة نص ساعة فقط ثلاثين دقيقة ماشي هرولة سباحة سكواش اللي تشوفها مناسب و خلها متنوعة و هي ترى نص ساعة من 24 ساعة لتخلال اليوم و لا تذكر أي شيء تقيك من شون هذا تقيك من غالب الأمراض المزمنة المنتشرة في الدولة من السكر من الضغط من أمراض القلب و الشرايين حتى لو ابتدى متأخر دكتور يعني حين مني تابعني أنا عمرو بسويت رياضة دعني أبدأ اليوم إن شاء الله ممكن تسير وقائي نعم أكيد لأن كلما دارت الدورة الدموية في جسمه كلما نشط عندها العضلات كلما استخدم الكالوريز اللي مخزنها في جسمه كلما كانت له منفايدة في المستقبل هذه الرياضة وتحتية نعني وتناسب كل سن وتناسب كل سن الشخص الذي يقول مثلا عندي أعلام في الظهر أو أعلام في الدسكر و لا أستطيع أمشي و لا أستطيع أصبح رياضة أنا أقول لها نصيحة بسيطة الأثقال هذي يشونها باليدين نعم كيلو كيلو نوس وهو قاعد يطلع الناحية بالتلفزيون أو لا شيء لكن يحرك عضلاته بهذه الطريقة أو يحرك رجلا بهذه الطريقة وهو قاعد على كرسي هذه أفضل من له شيء نحن نفضل لنا يمشي لكن مثلا في بعض الكبار دكتور رحب يقول لك معقولة هذه تفيدني وهنا تفيدني هو تجربة خير برهان نحن عندنا شغلتين نحن نمشي على دراسات علمية و نقول لها جرّ و سأل مجرّ و سأل طبيب إن سألت الطبيب سيقول لك هذه دراسات علمية عاد أنتم مجربين و أنتم أطبّل خليه يجرّب و شو ما رح يضر الشيء فلنرجع للهرم عندك الغذاء الأكثر تناول المفروض يصير وهو الصحيح بعد الرياضة بعد الرياضة الخضار والفواكه خضار بفاك و المكسرات و زيت الزيتفون هذه الأغذية مخفيدة تعال دور على زيت الزيتون أصلي نعم تعال دور على زيت الزيتون أصلي بضضر بعدين تأتي إلى هذا بشكل يومي بعدين لديك مشتقات اللحوم نحن نفضل الأسماك و الأكلات البحرية تكون ما هي الأكثر تناولها دكتور حين الفواكه و الخضار يعني في فواكه لا تناسب ناس معينة حساسية عندها من الفواكه معينة ما تنصح فيه هل كل فواكه مفيدة ليطرع على باله بضب لا يوجد إنسان آما يكون عليه م Agreed أهلاو لا أهلاو خبر Try في هذا المجال أكثر حتى من الطبيب الباطنية واسأتغو هناك لأن الانسب لك لأن طبيب العائلة يعرف مجال التاريخ المرضي للإنسان والعائلت بشكل أفضل من الطبيب الباطنية جميل و الإضافات التي يضعونها دكتور يعني في البعض يضع لأضافات صوس على السلطة و يزيد السعرات الحرارية الصوس هذه يزيد السعرات الحرارية و نفضل ابتعد عنها نفضل ابتعد عنها يعني لا معنى أنك تأكل الصوس لكن بكميات قليلة و لا تكون يومية مثلا بالأسبوع مرة أو بالأسبوع مرتين اللحوم والحمرة الأسماك 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 يأكل من هوايت لكن نرى الآخر شيء الهرم فوق اللحوم الحمرة و الحلويات فلما أقول لك الحرم لدينا من قلوب أكثر شيء نسوي أكل اللحوم والحلويات بعد الغداء و بعد العشاء و الرياضة أقل شيء يحدث على التب و حرارة و الآن بعد مخيمات و عزايم و الشباب زاكرة ابوظة كل يوم طاحيلة و بارد و البرد يوكل و يوّع و خلنا ناكل هذا صج هذا يقول لك صج الأكلية ترى على طوله البرد على طوله يجعل الأكلات تستفيد منه هذا صحيح لأنه عندما تكون في مكان بارد جسمك يفرز الحرارة و يستخدم طاقة أكثر و يستخدم الكارلس و يشعر بالجوع أكثر لكن هذا لا يعني أنك تذهب تأكل يعني استخدم الطاقة التي تكون أفضل الهرب مقلوب لدينا كيف حالك الهرب مقلوب لا يوجد رياضة أقل شيء نسوي رياضة و أكثر شيء نسوي للحوم والحلوية اللحوم بعدها كنافة طبعا إذا كان زائر من الخارج من الدول الأوروبية مثلا و الأمريكية أكثر شيء هناك شيء يعمل بقلاوة و الكنان لماذا؟ لأنها منتشرة بالكويت و ما شاء الله الآن الحلويات لدينا إبداعات إبداعات و ما شاء الله لا تقوم إذا لم ترى المحل ترى بالإستقرام هذا يقول المفروض أنك تأكلها بالشهر مرة بالشهر مرة المفروض أنك تحلي بالشهر مرة أنك تأكل كميات المعتدلة أنك خير العارفين كل وجبة جميلة هذه المشكلة هذه المشكلة أنت تأكل حلو ولكن استخدم رياضة لأنك ستستخدم الطاقة التي أخذتها هناك مشكلة أن نأكل و نقعد نرى المجتمع الكويتي لدي عادات هذه العادات السيئة التي تفضلت فيها طبعا نزيد عليها التدخين يمكن أكثر من 40% من المجتمع وهذا سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان والجلطات و إن شاء الله نتمنى أن الإنسان توعية تكون كبيرة على فكرة الدولة دولة الكويت وفرت خدمة عيادات منع التدخين في كل محافظات في عيادات منع التدخين تعمل العصر وتستقبل كل سكان الدولة هذا الحكومة موجودة عندنا؟ نعم سواء كان كويتي و إليه كويتي موجودة في الحكومة عيادات منع التدخين في كل محافظة في مستوصف يستقبل المدخنين و العلاج مجاني سواء كان كويتي أو غير كويتي وأنا أوجه الدعوة للمشاهدين اللي عنده الرغبة الحقيقية إن شاء الله أنه يمتع عن تدخين أنه يراجح هذه العيادات ويقدر تصل على تلفون الوزارة أو يتصل إلى تلفون الوزارة على الموين المستوصف التي تابع له حسب المنطقة البطارة المدنية و يتابع و يستقبلونه استقبال حافل و ناس على مؤهلات علمية كبيرة إن شاء الله و يفرور العلاج منجاني بعد الهرم أيضا في عند نعم عندنا طبعا إذا عندنا إذا تبتاع في فيديو عن الجلطة القلب الذكرة قبل انتذكر هل تدخين heeft التدخين أيضا هل تدخين في الدهون الثلاثية دكتور؟ جزء من تكوين كلسترول والدهون الثلاثية والدهون الخفيفة والدهون الثقيلة في منها الضار و في منها نافع الدهون الخفيفة الضارة والدهون الثقيلة ال prend هنس turbub faudrait هؤلاء مفيدين جسم الإنسان الـ HDL تجدها في الأوميغا 3 و زيتون و الأسماك هذا الهرم المساع يزيد من هذا الـ HDL و هذا الـ HDL مهم هذا الفيديو يعرض كيف تتكون الجلطة في شرايين القلب مثل ما ترى القلب نابض و يغذيه مجموعة من الشرايين يسمى شرايين تاجية الوذين الأيسر و الوذين الأيسر و الوذين الأيسر شرايين القلب دقيقة اصغيرة من الشرايين هذه الشرايين موجودة على القلب هذه الأوعية الدموية هذا الرسم يتبيه لك الأصفر هو تراكم الكليسترول الضار مع الدهون يضب لك مع الأسف كلما يفعل ساعد كلما يبدو لديك مشاكل السكر و الضغط تراكم الكليسترول تتكون عندك هذا ما يسمى بالبليك هذه مشكلتها مشكلة يصبح مكان ضيئ هذه اللي تروح بالدعامات دكتور نسألها قصدر نعم نعم رح نأتيك الآن تشوفها هذه إذا صار فيها انشقاق أو انكسرت يصبح الدم لا يمشي بشكل طبيعي لا يمشي سموذ يتعلق على هذه وتتكون الجلطة وتسكر ممر الدم بهذا الشريان إذا تسكر الشريان نهائيا وما صار فيه قدرة للدم على المرور المنطقة التي حاولين هذه الشريان تتوقف العمل إذا لم يتعلق عليه خلال الساعات الأولى يمكن أن تفقد هذا الجزء من القلب يتحول إلى سكار تيشيوم لا يكون نابض نحس فيه الإنسان نعم يشعر بألم القلب يشعر بألم الصدر الشديد يتجهل الجهة اليسرى مع تعرق مع لوعة مع غثيان يمكن أن يتعرض إلى صدمة وغشيان 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 نرى ما يحدث في المرطقة السوداء إذا لم يتم علاجها خلال الساعة الأولى خلال الساعة الأولى تكون فيه مشكلة حقيقية لذلك دولة الكويت هذا اللي كنت أقول لك هي التطور النظام الصحي خلاص الفيديو إذا تطور النظام الصحي أن الآن فيه سياسة في الوزارة أن يقوم الدولة بتوفير القسطرة لكل من جاء بحالة جلطة القلب المستعجلة حتى في المستشفيات لا تتوفر فيها مختبرات القسطرة مثل المستشفى الفرعانية أو المستشفى مبارك أن تقوم بنقلة بإسعاف مباشرة إلى مستشفى الذي فيه المختبر القسطرة مثل مستشفى الصدري أو مستشفى العدان أو مستشفى الأميري دكتور ما هو التحليل الذي يطلبه الإنسان الذي لا يمارس رياضة وهذا أكله بطريقة فلانية ومدخن لكن ما تعرض حق هذا ما تفضلت فيه ما تعرض إلى الجلطة لكن هذه الترصبات موجودة في الجسم نعم تكون موجودة وما يشعر فيها ما هو التحليل الذي يطلبه من الدكتور سوى له التحليل فلاني حتى ويقي نفسه من هذا الجلطة هذا السؤال يسوقنا إلى الثقافة الطبية نحن علينا واجبات تجاه المستمع بتوصيل الثقافة الطبية دائما ننصح الإنسان الشاب أو الإنسان الذي لا يتعرض إلى الأمراض أن يكون عنده المام بوضع الصحي فنطلب منه أن يفعل الفحص الشامل في السنة مرة على الأقل إذا لم يكن لديه أمراض أخرى لكن إذا كان لديه مرض سكر أو ضغط ستكون لها متابعة مع الطبيب يحدد له متى يعمل موجود بالحكومة الفحص الشامل موجود الفحص الشامل في الطباء الرعاية الأولية يقوم بفحص الكوليسترول الضار منه والنافع يقوم بعمل فحص للضغط يقوم بعمل فحص لوظائف الكلا وظائف الكبد الغدد نسبة الدم وهذا الإنسان ندعو الإنسان أن يكون مثقف و عالم بهذا الشيء ليس لكي يخاف يجب أن يذهب لكي أكتشف ما فيه إذا اكتشفتها مبوكرا و عالجتها أفضل من أن تكتشفها متأخر و بعد ذلك يتطور و يصحب علاجة لا يمكن أن يصحب علاجة و يكون صعب علاجة يمكن أن تدخل في مشاكل كبيرة ندعو نستغل هذا المكان لكي ندعو الجميع إلى أن يتخذ هذه الخطوة الأساسية في حياته وهو الفحص الشامل و عمل الرياضة و الالتزام بالغذاء الصحي و الابتعاد عن التدخين دكتور هذا متوفر للمراكز الصحية عدل نعم إذن رسالة للجمهور الكريم يا جماعة المستوصف عندك عند البيت موجود و حالي مركز صحي لأنه صار أشمل وأوسع وأكبر إلا هو مستوصف هذا المستوصف يقدر سوي لك التحليل الشامل و كامل و أنت إن شاء الله تقي نفسك من الأمراض بعد الله سبحانه وتعالى و أيضا لا تكلف نفسك ولا تكلف الدولة أعباء غير ما تحملتها في هذا الجانب و أنتم ترون الزحمة التي تحدث فبالتالي توجهوا إلى المستوصف و قلوا لي بتحليل شامل و كامل عن جسمي بالغير لا تدفع فلوس حق الخاص عدل دكتور بالضب بالضب حين سيكرهونك الخاص لا بيروحونهم الناس على الفكرة أهم ربعنا الثقة هذه إلى الآن لم يوجدت لا يثق بالقطاع الحكومي و هذا اللي أخذاني إلى يمكن عندنا فيديونا نرى قبل أن أسأل الأخطاء الطبية و الأمر أعطي الفيديو أعطيك مالثاني ما أشتغل عند الجلطات موجودك ترون لكن في جلطة مات الغلب صور مات الراس عشان نعرف الفرق بين الجلطة القلب و جلطة الراس جلطة الراس مشابهة للقلب إلى حد ما يتوقف امتداد الدم داخل شرايين الدماغ و تؤدي إلى تلف في خلايا الدماغ هناك أيضا نوع ثاني من الجلطات الدماغية التي يصير فيها نزيف و هذه خصوصا عند مرضى كبار السن و المرضى الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم هذا يقودنا إلى ضغط الدم ضغط الدم يسمى القاتل الصامت لأن أنت لا تدري أن عندك ضغط الدم و فجأة تأتي بإعراض ضغط الدم يتلف عندك الكلا و يتلف عندك القلب أو تأتي بشكل يبين لك الجلطة الدماغية بحيث توقف تمدد أو سريان الدم في العوعية الدموية داخل الدماغ الآن أي سريان للدم دكتور يتوقف تصير عندي جلطة على طول نعم يعني فيه شيء متوقف و أنا ما أدري عنه لا هذا طبعا هذا السروة الرئيوم المغناطيسي للنزيف الدماغي النزيف وين الآن الأبيض السهم على السهم الأحمر على السهم الأحمر هذا النزيف الدماغي بسبب ارتفاع في ضغط الدم مفاجئ بشكل كبير فيؤدي لهذا النزيف في هذه المنطقة و هذه المنطقة كانت مسؤولة عنها ستعرضها للإنسان مسؤولة عن الكلام ستوقف عن الكلام مسؤول عن الحركات توقف الحركات مسؤول عن التفكير توقف عن التفكير تعالج عندنا نعم تعالج نعم و نعالج الآن بشكل متطور جلطات الدماغية توفرها جميع مستشفيات الكويت و المرحلة الثانية إعطاء العلاج المناسب و المرحلة الثالثة هي إعادة تأهيل أو لإعادة بعض الخلايا المجاور للخلايا التالفة أن تقوم بعمل هذه الخلايا لتعود الحركة و يعود الكلام و يعود كذلك دكتور بصراحة ما الجودة لدينا هذا صحيح هذه الأقسام لكن الجودة دكتور لا يوجد ثقة من المريض إلى جهاز الحكمي سنكون واقعي و بدليل أن يذهب إلى هنا صحيح سوف نقول لك بالنسبة تتعلق على هذه الصورة قبل أن تقول هذه الصورة أيضا تبين أن ترى عندما توقف الدم تحدث المنطقة التي تحدث الانسداد هذه الحالة نعم 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 خلال الساعات الأولى تنغضي هذه الخلايا و تموت و هناك ميزة أو هي عيب في خلايا الدماغ إذا لم تتت لا ترجع مع الأسف إذا توقفت هذه عن الحركة يكون هناك تحدي كبير مثل الطبيب والمريض أن يريد الخلايا المجاورة لها أن تأخذ هذه الخلايا لترد لعمل والهرم مع الغذاء هذه الأوعية ما هرمها هذه المكسرات بعد المكسرات و أنت شكلك ستأخذ الهرم معك لأن الخوار والرياضة تمنعك من هذا إن شاء الله تمنع جميع يا رب حافظ الله سبحانه ما تقول على شعورها أنا أقول لك شوف و انطباعها سأقول لك منذ ما أقول لك نحن في مرحلة الآن في تطور كبير عندنا في الكويت في النظام الصحي عندنا طباء كفاء جدا نعم في التشخيص و في العلاج و خرجين من الجامعات التي تفضلت فيها أوروبية أو أمريكية أو كندية و مارسون العمل في دول الكويت و عنده فرص عمل خارج الكويت لكن الكويتين منهم و أحبهم للبلد و وطنهم يضحي في هذا المجال الذي يعمل في الكويت لأن هذه ديرتها فهو يحاول يطورها العلاج في الخارج هو حق دستوري للجميع ما عليه خلاف و بالعكس في ناس تحتاج أن تذهب إلى العلاج في الخارج لأن في الكويت ما وصلنا في بعض الأمور ما وصلنا إلى مرحلة لأن نقدر نوفر العلاج المتوفر للحاجة لهذا المريض لكن هذا ما يعني أن كل مريض يحتاج علاج في الخارج يعني أنا أعطيك بس المثال في مركز الكويت المكافحة للسرطان الكي سي سي عندهم في مركز بدريال أحمد علاج الكيماوي للعلاج السرطاني أعتقد إذا لم يكن غلطان و يمكن أن تصدفون أحد في هذا المجال يكون متخصص لكن حسب الطلاعي أن جميع علاجات الكيماوي للسرطان في الخارج متوفرة في دولة الكويت هو صحيح دكتورة نحن متوفرين أجهزة وأدوية الجودة التي قد تقدم المريض و يذهب بره و يقول يبقى ناس فيهم سرطان راح قال لا يوجد سرطان تشخيص غلط لا يوجد ثقل لمعدوم حضرتك ما ترى أسبابها أسبابها عدة أمور الأولى هناك أخطاء لكن الخطأ إذا ركز عليه إعلاميا بشكل كبير يأخذ بعد أكبر من الحجم نعم في كل مكان في خطأ أنا أعطيك مثال آخر هناك راحوا بره و ردوا لكويت صح تم تصريح أخطاءهم التي عملوها بره و هذه مذكورة و لكن لا تسمع عنها بالإعلام نعم 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 في أي دوانية و في أي مكان اسمع من الناس الذين راحوا و علاج في الخارج سيقول لك أنا أصبح خطأ في هذا المستشفى في الخارج أو خطأ في هذا المستشفى أو تم تشخيصي بشكل غير أو عمل إجراء معين أنه في الخارج في الخارج يخطؤون يخطؤون وبالتالي هذا الخطأ وارد في كل مكان نعم فهو الفكرة كيف أنت تعرف هذا الخطأ يعني حضرتك أنت توصل أن الخطأ وارد عندنا لكن ليس في الانتشار الذي نتصورينا ليس في الانتشار الذي نتصورينا يعني طبعا لكي يكون فيصل بين كلامي و بين كلام أي مدهي ثاني على الخطأ الكويت أو كثرتها هو لغة الأرغام الإحصائيات هي التي تثبت هذا الشيء نتمنى من وزارة الصحة أو في لجنة التوعية عندهم في إعلامية أن تخرج هذه الإحصائيات بشكل مباشر وتركز عليها المشاهد عشان يجبها هذا الصالح أبعد لما تظلح الأحصائيات و إن شاء الله متأمل لهم خير إن شاء الله في السنوات القادمة قبل أن أختم معاك اللقاء أيضا الأخطاء الطبية كيف يمكن العقاب ليوصل في حق الدكتور طبعا هذا القانون يفصل موجود في الكويت نحتاج أن نقعد مع ناس متخصصين في القانون مع لجان فنية الطبية تغير من سيقة القانون لأن حاليا ما يحدث في المحاكم و في وعي كبير بالمجتمع و هذا نشد عليه أن هناك وعي كبير في الأخطاء الطبية اللجو إلى المحاكم و أخذ الحق هذا يعني أنتم مزعلانين هذا من حقه و هذا يساعد على تطوير السيستم على تطوير النظام وتقديم الخدمات الصحية و بالعكس أنا أشجع على هذه الخطوة و أشجع أيضا على موضوع آخر اللي هو أن تهتم الدولة بهذا الجانب القانوني عن طريق مجلس الأمة بإخراج تشريعات منتناسبة بأيضا مطرح و يطرح في كل يوم اللي هو التأمين الطبي على الطبيب و هذا يحمي الدكتور و يحمي هيئة التبنيضية و يحمي الإدارة و يحمي المستشفى و يحمي وزارة الصحة و يحمي المريض في الدرجة الأولى ليأخذ حقه مثل ما تتفضلت القانوني و الحق الصحي الكامل في منظومة الجميع يشعر فيها بالراحة و الأمن في ممارسة العمل نعم دكتور غانم السالم و خصاص أمراض باطنية كل شكر لك لقبولك هذه الدعوة شكرا لك على هذه الشفافية و على هذه الصراحة دكتور إن قابل يقول بالعكس روحوا شتك و يا ناس هذا مصالحنا و هذا يطور منظومتنا كل التوفيق لكم و نتمنى إن شاء الله من حال إلى أفضل حال في هذا الجانب و كان الله في عونكم في الأعداد التي تستقبلونها ألفين حالة بشكل يومي أعتقد أعداد ليس بسيطة مستشفى الفروانية كيف يخدم؟ تعالبا أكثر من مليون نسمة بس مستشفى أكثر من مليون و وزيرنا تسمع مساء الله و الخير مساء الله و عبد الرحمن مساء الله و خير مساء الله و عبد الرحمن مستشفى الفروانية و غير المستشفى يشتغل بشكل كبير بارك الله فيه و نشد بأيده و نأخذه و هو و باقي زملاء و هو ما يشتغل بروحة مع الكادر بليون و أمية ألف لا مليون و 11 ألف بليون و 11 ألف و بازدياد الرقم الذي يخدمه مستشفى الفروانية و قيس على ذلك باقي المستشفيات الحكومية مستشفى العدان و غيره و غيره إن شاء الله لن أجد رسالة تفضل في ختامة لقاءة أول شيء طبعا أشكركم على هذا اللقاء و كرم الضيافة جزاكم الله خير في هذا الستيديو و القناة كلها نحن في الكويت عندنا نظام صحي رائع نتمنى من الإعلام مثلك و الإعلامين الأخرين نشد عليهم أن يظهر الجانب الحسن فيها يعني لابد من إظهار الجانب الإيجابي في الدولة أكثر من التركيز على الجانب السلبي لا يوجد دولة ما فيها إيجاب سلبي صحيح لكن عندنا إيجابي نحتاج نركز عليه والله عندكم الرنين المغناطيسي عندكم ما شاء الله الأشعات الموجودة ما شاء الله مستقبال الصبح و عصر قاعد تستقبلون قاعد تحاولون لكن فعلا مثل ما تظلت هناك ندرة في الأطباء و يقابل أزديانت في عدد الناس نتمنى أن نتماشى مع هذا الوضع إن شاء الله كل شكر لك مرة أخرى دكتور غانم وفق إن شاء الله كل شكر لضيفنا الكريم دكتور غانم السالم نتمنى حقيقة أن اطرحت كل تساؤلاتكم التي على ذهنكم و على دكتورنا الكريم و أيضا المجال المفتوح لكل اللي حاب يشارك معنا اللي حاب يرد اللي حاب يتواصل من وزارة الصحة تحديدا إذا عندكم إن شاء الله عندكم أشياء كثيرة إيجابية نتمنى تظهرونها للمشاهد الكريم خصوصا الحصائيات إذا عندكم حصائيات إجماعة طلعوها حق الناس خلالنا ستعرف عليكم أكثر وأكثر ترى إحنا في النهاية نحبكم بعد الفاصل مع أخونا صاحب الونش الكويتي بعد الفاصل اشتركوا في القناة 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 الكويت بلادنا الكويت لكويت الكويت بلادنا الكويت عسى الله يحفظ الكويت يا رب وهذا الابريت صد التاريخ ويشد فيه شهاد الخليج وأيضا فنان الغديرة سنال خراز بارك الله فيهم وهذه الأغاني الوطنية الحماسية الجميلة اللي تتماشى الصراحة بالأفراح وغير الأفراح وكل يوم نسمعها ما أمن منها وانتفاعل معاها كان في هذا الأوبوريت وكانت لهذه الموسيقات الجميلة مايشترو جميل ورائع خدم في هذا البلد وما زال يعطي في هذا البلد ويعتبره هو بلده بلد الكويت خمسين سنة من العطاء عسل الله ربي عافيه وشافيه كان قبل فترة بمستشفى مبارك ومن الله عليه سبحانه وتعالى بالصحة والعافية وطلع من المستشفى نقول ألف ألف حمد الله على السلامة المايشترو الجميل المبدعي أستاذ سعيد البنة مساء الخير أستاذ سعيد مساء الفوز حمد الله على السلامة الله يسلمك والله وفكرتنا بأيام الزمان أيام الحلوة أيامك كلها حلوة إن شاء الله يا رب طمننا عن صحتك أعياد بطنية جميلة والذكرة طبعا من الوقت ما الحمد لله برضو جميلة أننا في الأعياد البطنية بشرنا وطمننا عن صحتك يا أستاذ سعيد والله الحمد لله أنا بالصدفة خرجت النهاردة بمستشفى الحمد لله على السلامة كنت في الفنبارك وبعدين نحولوني على مستشفى الصباح عدت فيها 12 يوم وخرجت بالسلامة الحمد لله وأشكر كل ما نظرني أو اتصل بالتليفون والله الآن طمننا عن حالتك الصحية إن شاء الله حالتك مستقرة ومرتاح كنت تعاني منه أستاذ سعيد أنا؟ أه كنت تعاني منه والله جاءت لي في الأول خلص جلطة وعدت منها بسلامة الحمد لله الحمد لله وبعدين علجوني بقى البرستات أو المساء ده خلت في مواضيع تاني يعني نعم والحمد لله كان العلاج ممتاز جدا يعني الحمد لله وإحنا سعيدين الأمانة طبعا نشكر قبولك هذه الدعوة وإحنا بدورنا وصلنا هذا الخبر وحبينا نطمن عليك شخصيا من تلفزيون الرأي ومن برنامج مسائي ونتواصل مع حضرتك لمكانتك الجميلة والقيمة حقيقة في وطنك الكويت وفي بلدك الكويت وما تقدمه وما قدمته من أعمال في هذا البلد بلدك نحن نقول بلدك الكويت ترى بلدك مش مصري مصري هي أم الجميع ولكن انت بلدك الكويت أنا في الكويت 52 ساعة إن شاء الله الأمر كله إن شاء الله في الكويت يا سيد سعيد لهذه المكانة حرصنا حقيقة أن نتطمن عليك شخصيا فإن شاء الله ربي يمن عليك دون بالصحة والعافية لا والله بالمناسبة برضو يعني أشكر معالي وزير الصحة معالي وزير الإعلام ضده باهتمامهم الكبير والسؤال دائما على صحتي الحمد لله وهذا دائما رجالات الكويت دائما لا ينسون حقيقة المخلصين أمثالك فكل الشكر لك وإن شاء الله ما تشوف شر أجر وعافية إن شاء الله المايسترو سعيد البنك كل الشكر لك شكرا شكرا وصلنا معاكم الحين أهلا وسهلا فيك وصلنا معاكم لتقرير طبعا بعد التقرير معنا صاحب الوينشترا موجودة هنا قاعد جدام قاعد يشوفني لا نشوف موضوعه عندنا تقرير خاص رح نشوفه مع بعض كاميرا مسائي في ملعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في منطقة العدلية مش مبارا لا عندهم فعاليات الصندوق الأهلي للتعليم التطبيقي والتدريب تفاصيل أكثر نشوفه في هذا التقرير ونرجع لكم اشتركوا في القناة رحب فيكم في هذه العامة لتعليم التطبيقي والتدريب في احتفالية العياد الوطنية هذه الاحتفالية يعني يقيمها الصندوق سنويا والحمد لله السنة برعاية البنك التجاري وكذلك مطابق الفارسي وشركة اليوسفي حرسين من خلال هذه المهرجانات في الاحتفاليات أننا نشارك البلد العزيز بلدنا الكويت ونبثروح اللي هو الوطنية والانتماء بأحسن أشكالها وفرصها وحريصة الهيئة كمؤسس تعليم عالي أنها تعطي فرصة للكويتين والمقيمين في التعبير عن فرحتهم في هذه المناسبة الاحتفالية تمتد من الساعة 9 وصف صبح إلى الساعة 8 بالإيل فيها فقرات متعددة تربيهية اللي هو الأطفال والأكبار وكذلك شاركنا المشاركين أصحاب المبادرات أصحاب المشاريع الصغيرة بالإضافة إلى إدارات الهيئة وكذلك مثل ما تشوفون أيضا عندنا اللي هو الفرق الموسيقية وكذلك المسابقات رح يكون يوم مميز الكل يحتفل فيه ونرحب بأهل الكويت يشاركوننا في هذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر شفنا مهن كثيرة شاقة الأمانة لكن هذه المهن دائما نشوفها أو هذه المهن اللي راح نتكلم عنها اليوم نشوفها دائما بعز الحر يعني حتى بالظروف الشتوية حتى الظروف الجوية المتقلبة مطار يدقون عليه اغبار يدقون عليه الجو صافي يدقون عليه الصبح الظهر الفير وما بكل حزة لازم يتصلون عليه ويرد مطلوب أن يرد ويقدم المساعدة اليوم على 24 ساعة متوفرة هذه المهنة اللي راح نتكلم عنها وتقدم خدمات حقيقة يعني منقذ نحن نسميه المنقذ دائما وهو سايق الونش السطحة السطحة نفسها يعني من غير سايقها ماكو شيء و السايق من غير السطحة هذه ما يقدر يسوي شيء لكن مر عليكم سايق الونش يعني هي مهنة كريمة فبالتالي يعني شكرا لكل عامل في هذا الجانب وكل إنسان يعمل فبالتالي لا القيمة ولا التقدير في مجال عمله وفي تخصص اللي عمل فيه وغيره لكن نحن أن السايق الونش كويتي تعالوا خنشوف هالفيديو فيديو بعد شوية بعد شوية تعالوا خنشوف سايق الونش ونرحب فيه ونقول ليش اخترت هالسالفة هالشغل هذا أخونا طارق الملة طارق مساء الخير حياك الله يسلم الله يسلم كان أسعدنا أكون معك إعلامي مميز مثلك نحن أسعد الله يحفظك ومشكور لكن لا يكون نحن معطلينك عن شغلك وانا حصل وانا حصل هذا وتعطلت تعطلت تعطلت على الونش طبعا عطلناك هذا حسب علينا عليكم علينا محسوب طبعا تمون يا أخو طارق الساعة الباركة حبي موفق إن شاء الله في عملك إن شاء الله لكن قول حق المشاهد الكريم وقل لنا وعرفنا أكثر لماذا اخترت هذه المهنة كويتي تقدر تتوظف وتقعد وترتاح وتداوم دوام 6 ساعات وترد بيت قومها وانش 24 ساعة لماذا اخترت هذا الشغل هو اختيار العمل عن الونش تقديم الخدمة في الشارع عموم الناس طبعا هو من نتاج أنني عندي قراج العمل في القراج أنك تنقل السيارة من وإلى المكان الذي في العطل السيارة كانت متعطلة في مكان تنقل إلى القراج أو بالعكس تردها إلى صاحب سيارة إلى بيتها أو مكان أو كذب أنت مستغل الوظع موظفة إذا قال كابل كراج تقول عندي كراج تعال تأخذ كراج وممكن أنا حاب الشغلة مثل ما تقول فيها إنسانية وايد نعم بطبيعة شعب الكويت أو شباب الكويتي يعني يحب دائما يقدم الخدمات أنا أحسبني من هالناس مثل ما كان في قبل فيترا يعني شفنا فيديوهات في التواصل الاجتماعي إن في شباب كويتي مثلا يوصل لعامل في عز البرد يوصل إلى مكان معين أنا مستغل بالشيء هذا وحتى يعني دين الحنيف يعني 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 دائما يسعى في يعني في بذل المجهود دائما في عمل الخير وهو يعني متواصل وإحنا أساسا يعني كشعب كويتي يصير دائما الحمد لله رب العالمين فينا الميزة نحب نقدم الخدمة نحب دائما نساعد الآخرين صحيح وأنا صادفت بمواغف بايدة أن أنا مثلا قدمت الخدمة هذه وتراجعا أن أنا أستلم المقابل بحجة إذا شفت أنه هو مثلا إنسان بسيط أو إنسان مثلا على قد حالة ممكن أن أنا أقدم لها الخدمة هذه من غير أي مقابل ما تأخذ منه مبلغ ممكن تقدم خدمة مبلغ عمس بتقديرك لظروف الشخص التي تشوفها أنا كاسر الأسعار و أعلنها أنا كاسر الأسعار و الكثير ينتقدني لماذا لا تأخذ زود أقول لا هي المسألة مسألة خدمة و لماذا لا يكون فيه سعر أنسب من سعر الذي يستعملون أصحاب الوينشات و حتى الناس المختصة نعم يعني تحديد السعر كيف يتم حسب المكان المنطقة الجهة الساعة الوقت عطل السيارة الساعة هي الوقت يعني عطل السيارة لا يعتمد على الوقت عطل السيارة نوع السيارة عطل السيارة إذا كانت مثلا محتاجة إلى جر غير لما تكون توائرها سليمة ما فيه شي هذا لها سعر هذا لها خدمة لأن أنت بالمعدات الموجودة على الوينش ممكن تستهلكها ممكن تتعطل تعال صدق معدات الوينش الناس على بالها و انشي شيء لسيارة و خلاص طلع لها في معدات خاصة مثل سيارة خاصة و إذا سيارة فيها حادث مكسرها و إذا سيارة تمشي أو ما تمشي و إذا سبورت و إذا سبورت لازم تسأل عرفنا على أدوات الأدوات طبعا هي تغريب أساسا المكينة التي تجر فيها السيارة الجكات التي تستعمل على أساس أن السطحة تنزل بمستوى مائل أو بمستوى أرضي نسمع حيدرولك و نسمع مانيول صحيح و هي نوع جديد نسمي الزيرو زيرو و إذا ستنزل بكاملها على الأرض خاصة لسيارات السبورت خاصة لسيارات التي تكون مثلا فيها عطل قوي صعب أنك تساعدها ممكن أنك تستخدمها ما أدري و إذا أحب أضيف لما أنا لماذا أنا تمسكت بالشغلة هذه لأن أنا بالأساس من بداية الشباب أنا عندي شغل في السيارات سواء نوع السيارة و كنت أقتني سيارات غديمة فتطوروا يعني الموضوع للتميز أنا أحب تميز هذه الشغلة لا يشتغل كويتي صحيح و الكثير يمكن مثلا يبتعد يقول لا أنا أسوي العمل هذا مع أن هناك قليلين لأن الخدمة يقدمونها وهم معدودين كل في كويتيين في غيرك قليلين و دائما يكون مشروع تقاعد من بعد تقاعد يعني تلقى مثلا آخر عشر سنين يقدم على العمل هذا بحبه للعمل هذا من خلال عمله الأساسي يعني أهو الذي يشتغل على الونش مثل حضرتك أو يضمن الونش لا لا تضمين فيه موجود طبعا فيه تضمين لكن حضرتك ضربت فيهم المثل أهو نفس حالتك أهو الذين يشتغل على الونش كل كل شي ما يدفعكم عن هذا العمل بس حب أم فعلا المادة والمردود المادي مهم في هذا الجانب مردود المادي كبير ولا موش كبير ردود أفعال الناس لم يعرفون أنك أنت كويتي بعد الفاصل أسمع إجابتك فاصل مشاهدينا وراجح لكم أخوي طارق ماذا حدث لك في هذا العالم سائق ونش أو سائق سطحي هي بدأت دراسة أنا ما ما أخذت الغرار من ثلاث سنوات ما أخذت الغرار من فراغ أو أنه مجرد أنه صدفة لا أنا عملت دراسة ما بين نوع السيارة الأمريكي ياباني المعدات المطلوبة التي تعطيني امتياز أن أقدم الخدمة بدون أن أتضايق بدون أن أتنزبون حتى أن يتضايق تميزك عن غيرك ممكن طيب ممكن أن أكون مرتاح في العمل هذا يعني حضرتك ما قلت أشتري ونش وأشتغل عليه لا صوتك دراسة جدوى على الموضوع كنت أطلع مع رعي ونش ونش وتعلمت منه شنو الشيء زين النوع الوينش يعني حتى يعني مثلا شون يعني أوصف لك أنه مثلا المركبة الأمريكية والوينش الأمريكي هذه عيوبة هذه امتيازاته الياباني هذه عيوبة هذه امتيازاته طيب لماذا اخترت هذه المهنة الصعبة هذه يعني لم أخذ وقتك ووقت يعني 24 ساعة أنت شغال على 24 ساعة أو ساعة معينة لا لا أي وقت في التصال وبعدين أنا يعني ما أخذ وقتي بس أنه ليس متغيد في مكان ممكن أنا قاعد بالبيت ممكن أنا قاعد بالدوان وتطلع أطلع حادي حزت غده حزت تبتقيل الظهر لا يعني إذا أنا قاعد مثلا بالبيت مثلا غده أو لا ممكن أرد عليه بس أقول أنا حين وضعك أنا مثلا قاعدت أتغده أنا حين مثلا يقدر ينطر عزي زغالي ما يقدر ينطر ما يكبرك بعمرها الرأس شغف قلت لك السيارات أنا أحب السيارات أحب التصليح أحب المتابعة ويمكن أكون أحمل شوي نوع من الفلسفة بالحياة أن يعني أن أنت لما تقدم خدمة ربك إن شاء الله يعني دائما يجازيك خير ويسهل أمورك في حياتك العامة هذا باب منه باب الخير جمس نصار لك بالمجال تقريبا أغل من هذه السنوات مع الإعداد والدراسة وكذا صحيح صحيح أن أنت في الطريج قبل شيء كان عندك خذت سيارة نعم وصلتها بعدين نعم لا لا عقب ما وصلتها سيارة روياك وقفت له وقلت له أنا مشغول عندي لقاء لا لم أقل لقاء بعدها قلت له لا يسير شيء يقول له فقلت له أنا مشغول تعذرني لأنه وقف جدامي لازم أوقف ما شلت ما سيكم شيء لا قل رح أروح أنا خلص شغلي ورح وصل لك السيارة لأنه بالشارع ومضطر أنه يصعد ويا المواقف الذي صارت معك أخي طارق مواقف كثير الحقيقة عندما يعرف أنك كويتي صدقك أو لا صدقك أول شيء لا 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 صدق طبعا موقف سريع كانت في واحدة أشارت لي فوقفت نزلت قلت لها طبعا سلمت وكذا خير عسى ماشر مثل انكرت أنا أنا ما 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 وقفت ليش وقفت قلت أنت يعني عطيتيني إشارة يعني في مساعدة في عندي مشكلة قلت صرفت فقالت أنت تشتغل على ونش قلت لي أنا أشتغل ونش حين مو هذا قلت هذا يزعجك لا يضحقني الموقف الثاني بأي الموقف الثاني كان متعطل في منطقة وساعدته وديته وكذا قبل الله يمشي يعني عطاني حساب قال أنا أنا أستغرب أنت قلت كويتي قلت لي أنا كويتي قال أنتم شو أخل قلت الكويتي ويمكن في جملة دائما أنا أكررها نعم الكويتي شاوب الكويتي بشكل عام نعم لا يجعل شيء ما أفعل وفي كل خدمة وفي كل أي شيء في مجال عمل خيري أو إنساني أو بأي شكل وانتم كل عارف شو يعني شاوب الكويتي بس ناكس يروح القمر دائما كيرا بس ناكس يروح القمر توقع الكويتي بس هذا يناكس إلى أن كل مكان موجود في الكويتي فوق جبل كل شيء بالبحر موجود مبرايات العالم يحجزون 10% يكون الجمهور أو 20% أكبر نسبة الكويتيين موجودين فعلا ومغامرات الكويتيين وخدمات التي يقدمونها الكويتيين صحيح يعني هذا ما يمنفرغ أنت مستمر في الآن في السنوات هل رأيت مشروع ناجح أم لا يهمك النجاح في هذا المشروع بالبداية لا يهمني النجاح لكن النجاح يعطيك استمرارية صحيح وهذا شيء ضروري أنت تستمر علاقاتك دائما تكون طيبة يعني قلت لك في مرات مو شرط أنا بيني بالنفس إنه مو شرط أن أأخذ أجر التعب ممكن أنا أشوف الشخص يعني يستاهل أنه ممكن أخذ تغييم التوصيلة ما تغيمونها تغيم التوصيلة من خلال الموقع اللي هو فيه طبعا يمكن من تداول يقول لك ها بالمحافظة مثلا أنا أفترض بالعاصمة وأوديها من داخل مجال العاصمة لها سعر عطل السيارة حتى لو داخل المحافظة لها سعر يبي أخذها من المحافظة يبي يوديها الوكالة مثلا الوكالة بره المحافظة لها سعر وبعدين يعتمد بعد حتى النوع السيارة يعتمد إذا عائلية أو سبورت أو سبورت أو صالون عادي يعتمد يعتمد التسعير بشكل عام بس أنا مع نفسي أنا أقول لك ياها ما ألجأ واحد حقا الأمور هذه ما تستغلها يعني ما تستغلها وما أحب بالعكس أنا قاعد أشجع أن الناس تعتمد يعني ما أقول لك علي بس أن أبين أن الناس لا ديني فيها فيها خير صحيح لو خلية خربت طبعا وأنا دائما أصر أن واجهة الشباب الكويتي أو الرجل مشرقة دائما تحاول دائما يعني أنه سباق في فعل الخير ويقول كل الشاب الكويتي لا يشتغل أو الربادي سنقول لا يبقى الناس تشتغل عندما أعطيت الفرصة وعندما أعطيت الثقة تجد أمامك ومقدام في هذا المجال الساعات أيضا الذي يدقي عليك الفيار نفسه الذي يدقي عليك الصبح نعم هذه أصحاب المهنة هذه إذا تكلم بالليل يقول أنت ندقي علي في وقت متأخر أنا أحسب عليك السعير الفلاني هل هي مزاجية أو تسعيرها لا هي استغلالية استغلالية فعلا هي استغلالية وأنا بيني بالنفس دائما أكسر القاعدة هذه ما عندي مشكلة يعني دائما تلقى أنا أقول مثلا الزبون أو الشخص نفسه أقول الساعة المباركة ماذا تريد أنا حاضر فمردود هذه الكلمة دائما لها خير طبيعي أنني لما أقول هذه الكلمة أنا عارب ما معناها كيف يقول زاكر الله خير أيوة وشن التعب الذي واجهت في هذه المهنة أنت على المستوى الشخص أنا أقول التعب بالبداية سنقول مع استخدامي للسيارة لأن هذه يبتل من بره الكويت ممتوفرة لدينا هنا في السوق الكويتي متوفرة لكن الورش الذي تصنع النوعية هذه من المركبات أو الوينشات أو السطحات ماذا نلعب لا يوجد رقابة لا يوجد رقابة لا يوجد رقابة من من رقابة من يعني من وزارة تجارة مثلا لا كبداية الترخيص يكون من وزارة الداخلية لكن المتابعة المفروضة تكون من وزارة التجارة وزارة تجارة لأن هذه الورش ما نستخدم من حديد وشنوان يلحم هذا الحديد و نركب الأدوات يصج و أين خطورتها سيارة قاعد تشيل سيارة هذا الأمر خطر و ألا بسيط عليه في الشارع بالنسبة لكم لما تمشي بالسيارة إذا كان التصنيع موه جيد أنت معرض للحادث بأي لحظة هل تحصل لكم مضايقات في الشارع في الشارع هذه ممكن أنا دائما أواجههم لاحظت أن مثلا لا يوجد ثقافة أن ساق شاحنة أو ساق هذه النوعية من السيارات محتاج إلى ردة فعل زائدة أو من ثوانية لإستقبال الحدث تحرك السيارات بجانب السطحة و الوينش هذا ما هو سهل أن أخفف ما هو سهل أن أمشي بسرعة مطلوبة فأنا وائدة قاعدة أواجه لكن أريد أن أرجع على نقطة الصعوبات في البداية لما أنا استخدمت هذا السيارة كوني مثلا أمارس العمل حر لكن بشكل يعني بسيط الواجهة من المسؤولين في وزارة تجارة أنه تصعيب عملية جلب السيارة مع أنه في بند القانون هي سيارة بعيدة عن المنع للأفراد و بنص القانون و حتى قابلت وكيل المساعدة للقانونية و مساكتنا عن القانون فقلت له أن هذا النوع كفرد لا يوجد مشكلة استخدمها أنا قاعد أتكلم بالقانون نعم لا هي القانون شاحنة و هي نص شاحنة فلما حتى يعني ممكن ما أنا ما أقوله كلام طويل فيها لكن أنه ما كان فيه تسهيل دخلت فيه لجنة لجنة خاصة لأنه تكون مكونة من الداخلية و التجارة و الجهات المعنية أنه على أساس يعطوني ترخيص في تسجيل السيارة إحنا أنا يبت السيارة للكويت و يعني وتحملت تكاليف مخالفاتها في دفع أرضية في سبيل أنه صدر ترخيص و ما صار ترخيص و لاحي ما صار ترخيص صار ترخيص بعد شمشار لما رجعت السيارة على البلد الذي أنا صدرته و عدلت أوراقي فلا في حتى أنه مرونة في يعني تسهيل والله ما في وضوح في عملية جلب السيارات تعطني شروط واضحة لأنني أطبقها والشروط واضحة و أنا كنت بره بره شروط لكن ما زاعدوني طارق الملة كل شكر لكم موفق إن شاء الله تسلم أنتم و مهنتكم هذه قائمة على خراب السيارات الناس إن شاء الله سيارات الناس ما تخرب والله يرزقكم و زيتكم إن شاء الله أجمع مشكور أخي طارق كل التوفيق لك إن شاء الله شكرا مشكور ماشي سأسوي بعد لجمعتنا معاكم معطلة سعيد نتمنى لكم تصبحون على أمن و أمان و صحة في الأبدان فما الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة